تحت كرة القدم أيضا قال إن مباريات كأس مصر تقام بالقوائم الجديدة للأندية الحمد لله يعني بدأنا الأمور بدأت تندع بدأنا نعرف إن القائمة الجديدة هتكون هي اللي هتلعب مباريات الكأس مصر المقبلة إن شاء الله أو في المباريات المقبلة تم فاتح باب القيد زي ما حضرتكم عارفينهم 30 أغسطس ويستمر حتى 7 أكتوبر والحقيقة الخبر اللي جاي ده بالنسبة لي لو حصل هتبقى حاجة كبيرة جدا وحاجة محترمة جدا من اللجنة الثلاثية اللي بتديري للتحاد اتحاد كرة القدم يدعو أندية الدوري الممتاز لانتخاب الرابطة يوم 19 سبتمبر الحقيقة في بداية اللجنة الثلاثية أصبحت هي اللي بتديري للتحاد المصري لكرة القدم وتم تعيين الكابتين أحمد مجاهد كان أول كلام إن إحنا عايزين نعمل رابطة الأندية المحترفة خلال الفترة القادمة ولكن كلنا الحقيقة تخوفنا أو قلنا إن ده مش هيحصل لأنه بالفعل ما حصلش وكان الكل للاتحادات السابقة وكل اللجنة السابقة كانت بتقول إن إحنا عايزين نعمل رابطة وتلاقي الموضوع عدد في النص كده إذا صح هذا الأمر وكان هناك انتخابات لرابطة الأندية المحترفة للقسم الأول يوم 19 سبتمبر حيتم يعني بالعكس كلنا حنكون سعداء بهذا الأمر وبهذا الطرح الجديد لأنه اللجنة دي أو انتخاب الرابطة دي الرابطة دي هي اللي هتدير الدوري هي اللي هتعرف تدير الدوري لأن كلها هتبقى ناس محترفة علشان نقدر نتكلم فيها ونقدر نتكلم معاهم في كل هذه الأمور فنتمنى إن ده يحصل ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاد أندية القسم الأول لمسابقة الدول المنتز في خطاب رسمي اليوم إلى ترشيح ممثل عنها عن كل منها في موعد غاية الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر